الأيام اللي فاتت كتر الكلام على السوشيال ميديا عن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا اسمه جي أين وون واللي تم وصفه بأنه هو سريع الانتشار لدرجة أنه بقى بيمثل أكتر من 62% من الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية وبدأ ينتشر في عدد من بلاد العالم وخصوصا أوروبا وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من المتحور الجديد وطلبت المواطنين حوالي العالم بأنهما يتخذوا كل إجراءات الوقاية المتعارف عليها وبما أن المتحور الجديد عامل قلق لناس كتير على السوشيال ميديا هيكون معنا دلوقتي مدخلة مع الدكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة إزاي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بيك يا ريام هني أهلا بحضرتك في البداية عايزين نعرف من حضرتك إيه هي أعراض المتحور الجديد وإيه الاختلاف بينها وبين المتحورات اللي فاتت؟ خلينا نكتفى مع بعض الأول أن المتحور الجديد امتلك صفة شوية مختلفة عما كان من قبل أوكي أنه بدأ شوية معادلات الانتقال بتاعته مع اكتفاع درجات الحرارة أوكي وده إحنا لن نعتاده على النسخ المتحورة من فيروس كورونا على مدار الأربع سنوات اللي فاتت بالزبط هذا الصفة الجديدة دي بقى صفة فريدة يعني إحنا نتخط ونخاف ونالأ منها الإجابة قطعا لا لأن إحنا نساعدنا كتير جدا من الفترة اللي فاتت دي أمر مهم جدا أن الفيروس لم يكن ولم يكون كما كان من قبل ما بعيش الفيروس اللي يخوف يخد وإيه للناس إطلاقا لكن الناس توطن فأقولها شوية الموضوع عن مكامة كورونا يعني حاجة تخوفه تالي لكن الأمر نوعود دلوقتي من النسخ المتحورة سواء القائمين دلوقتي أو المتحورات اللي هتيجي كمان قدام شوية مش هيبقى فيه منها أي قلة أو أي قلة يعني إحنا يا دكتور نتعامل معها كأنها برد عادي ولا كأنها نزلة معوية ولا خلاص إحنا بطلنا نحبس نفسينا الخمسطاشر يوم زي ما كنا قبل كده في الكورونا والكلام ده هل إحنا نتعامل معها إنه هو دور برد وهننزل نتعامل عادي لما صحتنا ترد على طول هل ما فيش خطر بعد ما إحنا ننزل بأربعة تيامة على اللي حوالينا ما فيش أي قلة إطلاقا لا منه ولا اللي هيجي بعد من حضرتك والأعراض بتاعته دلوقتي أعراض أسف بكتير جدا من اللي كانوا موجودين قبل كده يمكن مننا اللي بيتصاب دلوقتي وبيبقى ساعات شوية من الرشح واعتقان من الحال وقبع كده الأمر بيخف تماما وإلا منهم دلوقتي بقى بيتصاب حضرتك من المرضى اللي بيصاب المتحورات الجديدة ما بيظهرش عليه كمان أي أعراض فمعدلات الإصابة بقت أقل والأعراض بقت أخف وكمان عشان نطمن الناس ما تقلقش وما تعزلش نفسك هل هو سريع الانتشار؟ شفنا بعض الأماكن زي وولاد المتحدة الأمريكية وألمانيا حالات المناطق معينة من وولاد المتحدة الأمريكية وألمانيا فيهم معدلات الانتشار سريع لكن ده لم يعامل على مستوى العالم لكن امتلك هذه الصفقة في بعض المناطق مش في كل الأرض وإحنا يا دوكتور لما يجي لنا المتحور ده نتعامل معك أنه هو برد وخلاص صح كده؟ اتعامل مع أنه هو برد أو نزلة معهوية لأن في بعض الأفراب بيجي لهم دور من الالتهابات المعدة مع دور من القيء والإسهال ويقعد معي ونين ثلاثة والأمر بانتهي والبعض الآخر بيجي لأعراض التنفسه حتى قلق مع الارتفاع الحرارة وربع الزور وبعد جاء بيخف برضو خلاص دور برد عادي ما يقلقش وما يخوفش دكتور محمود الأنصاري بشكر حضرتك على المداخلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة